القهوة مشروب متنوع وبيختلف على حسب طريقة تحضرها وكمان درجة طحنها علشان كده النهاردة هنشوف الفرق بين القهوة التركي وكمان الاسبريسو والامريكان كوفي اول نوع هنبتدي بيه هو القهوة التركي لان هو منتشر جدا عندنا في الدول العربية طبعا هي القهوة اللي بوش اللي هي بكنكة على نار هادية وطبعا بيبقى طعمها مميز جدا وطحنتها بتبقى زي ما نشايفين يعني بتبقى نعمة جدا طبعا ظهرت بعد كده آلات للقهوة التركي وماشين للقهوة التركي زي مثلا الكاتل القهوة او الكنكة للقهوة التركي كمان برضو مكنة اوكا للقهوة التركي والانواع اللي زيها زي ميانتا وبرضو زي تورنيدو كل ده برضو عملوا ماشين للقهوة التركي لكن برضو بتبقى القهوة بالكاركة احلب كتير من اي ماشين او كده يعني هي من الآخر مش محتاجة ماشين إلا إذا مثلا المش بيعرف يعمل القهوة التركي أو مش بتبقى معاه مش بتصبط الوش معاه أو كده فيعني ممكن يشتري ماشين لها لكن هي مبدئيا مش بتحتاج ماشين ودلوقتي بقى هنتكلم عن الإسبريسو طبعا الإسبريسو طعم القهوة بيبقى مختلف تماما عن القهوة التركي كمان بتحتاج ماشين غير القهوة التركي يعني القهوة التركي مش بتحتاج ماشين يعني لكن الإسبريسو لازم ماشيين بتبقى معينة وبتبقى طحنة الإسبريسو بتبقى خشنة شوية عن طحنة التركي فطبعا بتبقى الطعم كمان بيبقى مختلف تماما عن القهوة التركي وكمان بيبقى أكتر يعني مثلا بتلاقوه أكتر في الكافيهات وكل مشروبات الكافيهات بتبقى بتستخدم هو الأساسي المشروب الأساسي بيبقى الإسبريسو وبعد كا بقى تعمل اللاتي بي والكابتشينو والفلات وايت والحاجات دي كلها وكمان الإسبريسو بيجي برضو كابسوليات وبيبقى ليه مكان مخصوص زي مثلاً نسبريسو ودولشي جوستو وكل المكانة ليها الكابسوليات الخاصة بيها وقبل كده أنا عملت فيديو عن مكانة نسبريسو ومكانة دولشي جوستو هسيبها لكم برضو في صندوق الوصف وفي الفيديوهات اللي بتظهر في علامة الآي وآخر حاجة بقى هنتكلم عنها هي الأهواء الأمريكية طبعاً الأهواء الأمريكية بتبقى من غير وش وبتبقى طعمها مختلف برضو عن الأهواء التركي والأهواء الإسبريسو وبتبقى طعمها أخف شوية منهم كمان بيبقى ليها برضو ماشين مخصوص بيها وبرضو أنا قبل كده عملت فيديو عنه يعني هي مثلاً عن مكانة ميانتا عملت قبل كده فيديو عنها برضو ليها طحنة مخصوص بتبقى كده شبه الشاي طحنتها يعني خشنة شوية عن الأسبريسو وعن الأهواء التركي طبعاً بيبقى طعمها برضو مختلف عنهم وطعمها برضو ظريف وبتبقى كمان نسبة الكافيين فيها أقل من الأسبريسو وأقل من الأهواء التركي وبس كده ده كان فيديو النهاردة طبعاً أنا حبيت أن أقول لكم الفرق بين الأهواء التركي والأسبريسو وكمان الأمريكان كوفي وكمان درجات الطحن وقبل كده أنا عملت فيديو مخصوص عن القهوة عن درجات الطحن برضو أسيبه لكم في صندوق الوصف أتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ياريت لايك على الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة شكراً لكم للمتابعة ونشوفكم في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة